بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحصنا أيها الإخوة الأكارم ما زالت قراءتنا في كتاب الوقف والوصايا وهما من الأعمال التي يبقى برهما ويضاعف الله عجراهما فبعد أن ينتقل الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة يحرز الأجر ويغنم بالثواب وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ومن الصدقة الجارية الوقف ومن الصدقة الجارية الوصية وقلنا أيها الأحباب بأن الوقف فيه أجر عظيم وثواب وافر ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جيدات بمعنى مقدرة إلا ترك وقفا وعمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر وهي من أنفس أنواع الأرض وفيها الخير وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل بها فأشار عليه الصلاة والسلام أن يحبس الأصل وأن يسبل المنفعة فالوقف هو تحبيس الأصل بمعنى لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتسبل المنفعة للأيتام للأرامل للفقراء للمساكين لأبناء السبيل لطلبة العلم للأقارب على حسب ما حدد الواقف على حسب ما حدد الواقف الوصية تكون للتبرع بعد الموت أما في الحياة فهي عقد جائز أنا اليوم أوصي لي فئة وغدا أوصي لي فئة أخرى وبعد غدا أختار فئة ثالثة وهكذا وأما الوقف إذا قلت هذا وقف فهو عقد لازم ليس لي أن أرجع عنه وإنما يستمر وقفا وإنما يمكن أن ينقال من مكان إلى مكان على حسب نظر القاضي الشرعي وعما كون صاحبه الواقف أو أولاده أرادوا أن ينقلوه فلا تابد من إجراءات شرعية الوصية يمكن أن أوصي اليوم لفئة وغدا لفئة أخرى وبعد غدا لفئة ثالثة وهكذا على حسب المصلحة وحسب ما أرى أنه أنسب وأكثر أجرا وأعظم ثوابا إذا قال الإنسان هذا وقف فقد ثبت ولا نحتاج إلى استئذان من الورثة ولا نحتاج إلى أن نقول كم ترك من المال ولا يحتاج أن نقول هل هو من الثلث أم لا لو أوقف جميع ما لديه لو أوقف البيت الذي يسكن فيه لو أوقف المزرعة التي يعمل بها لو أوقف الدكان الذي يملكه فإنه لا يستعذن فيه أحد ولا ننظر إلى معارضة أي واحد من الورثة أو غيرهم بينما الوصية لا بد لها من ضوابط الوصية أيها الأحباب لا بد أن تكون بالثلث فأقل ما تزيد على الثلث أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لساعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالثلث فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير أما ما زاد على الثلث لو أراد الإنسان أن يوصي بالنصف لو أراد الإنسان أن يوصي بالثلثين فهو يعمل الوصية وبعد الووت وبعد الموت نستأذن الوارثة فإن أذنه فنعم وإلا اقتصرنا على الثلث دون زيادة كما أن الوصية لا تكون للوارث يعني يمكن الإنسان يوصي يقف على ورثته يقف على أولاده يقف على ذريته وهم ورثه لكن الوصية لا تكون لوارث لأن الوارثة لهم نصيب من الميراث بعد وفاته فلا يمكن أن يوصي لهم إلا إذا أجاز الوارثة بمعنى لو كان بعضهم من ذو الاحتياجات الخاصة لو كان بعضهم راتبه قليل وعنده عدد من الأولاد ولا يكفي لهم فيوصي له بدار أو يوصي له بشيء ينفع وليس تمييزا له ويكون ذلك بإجازة الوارثة بعد وفاته أما لو قال الآن أيها الأبناء لو قال لهم أنا أريد أن أوصي بالثلث بالنصف وأستعذنكم قالوا أذننا نقول لا هذا لا يعتبر لو أشهد عليهم لو كتب عليهم صك لو أشهد أهل البلد جميعا لا وإنما الموافقة تكون متى بعد الموت لأنها لا تثبت إلا بعد الموت لأنه لو قال مثلا الآن أنا أريد أوصيب النصف إلا بأن تتجدد إجازة من الورثة بعد الموت وأما قبل ذلك فلا نقرأ الآن أيها الأحباب لو أوصى لو قال لفلان عبد من عبيدي وهما له عبيد نقول ما في وصية لو قال لفلان سيارة من سياراتي نقول وهما له سيارات نقول ما تثبت الآن هو ذكر كلاما رحمه الله يصلح في وقت المعلف يعني قبل ثمانمائة سنة أكثر أقل لكن الآن لو أراد الإنسان أن يوصي فالجميع ما ذكره أو أكثر ما ذكره المعلف في كتابنا غير وارد لأن الإنسان إذا أراد أن يوقف أو أراد أن يوصي يذهب إلى محكمة الأحوال وفيها قضاة على مستوى من العلم والمعرفة وبعد النظر وحسن التعامل ويكتب له سك سك يكون مكتملا سالما من أي ملاحظة سالما من أي يعني شيء يلحق به يزاد إليه أو ينقص ويكون يعني مؤديا للهدف ومؤديا لما يريده الإنسان فأنا أنصح أحبتي هنا إذا أراد الإنسان وقفا أو أراد وصية فيمكن أن يكتب رؤوس الأقلام ويذهب بها إلى القاضي والقاضي عندنا هنا في محكمة الأحوال الشخصية يعني عدد من القضاءات يستخرجون له سك يكون سالما من أي ملاحظة ونجد أن بعض الإخوة هداهم والله يتعجلون فيكتب الإنسان فإذا مات نجد أن عليها مدى هل المقصود كذا وإلا المقصود كذا فيحصل إسكال ويحصل نزاع بين الورثة ويحصل نزاع بين النظار لكن إذا كانت من الحاكم الشرعي أصبحت مسددة وموفقة وسالمة من أي ثغرة لا وصية بأكثر من الثلث ولا وصية لوارث إذا أوصى بأكثر من الثلث احتجنا إلى استعذان الورثة وإذا أوصى لوارث احتجنا أيضا إلى استعذان من الورثة متى يكون الاستعذان يكون بعد الموت قلنا لو أوصى لإنسان بالثلث وأوصى لآخر بالربع وأوصى به كذا يعني لو قلنا وهب فلان أنا مثلا وهبت الشيخ تركي ثم وهبت عندي قطعة أرض وهبتها للشيخ تركي وبعد فترة وهبتها للشيخ صديق وبعد فترة وهبتها للشيخ بكاي ثم انتقلت إلى الدار الآخر الشيخ تركي معه إثبات والشيخ صديق معه إثبات والشيخ بكاي معه إثبات ممن نعمل؟ مع الأول الثاني الشيخ صديق نقول لا أصدقه عندك ما نبيه الشيخ بكاي نقول الصك وإنما الصك اللي معه الشيخ تركي لماذا؟ لأنه أسبق لأنه أسبق لأنه لما أعطيت الشيخ صديق أرضاً لا أملكها وإنما هي للشيخ تركي ولما أعطيتها أيضا للشيخ بكاي فأنا لا أملكها فلكل الأول لكن الوصية ما نفرق بين لو أوصى الآن للشيخ بكاي وأوصى بعد ذلك للشيخ صديق وأوصى بعد ذلك للشيخ عثمان وأوصى بعد ذلك للشيخ علي فما نقول الأول من هو لا كلهم واحد لماذا؟ لأنها تثبت بعد الموت وهو مات في لحظة واحدة ما نقول مات اليوم ومات بكرة ومات بعد نقدم الأول هذا غير وارد أليس كذلك؟ فنحن نساوي بينهم وإذا كانت كلها مثلا ثابتة بالأجزاء يعني نعطي كل واحد منهم مثلا خمسين بالمئة نعطي كل واحد منهم ثلاثين بالمئة نعطي كل واحد منهم عشر بالمئة على حسب التناسب لكن ما نقدم لكن لو كانت عطية فنحن نقدم الأول فالأول وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف في كتابه رحمه الله فصل وإن قال أعطوه شاتا أعطوه شاتا من غنامي يقول رحمه الشات تشمل المعز وتشمل الضأن وتشمل ما نسميه الخروف ذكر وتشمل يعني لأنه يقول وفي أربعين من الغنم شات لو ما عنده إلا تيوس طلع واحد لو ما عنده إلا معزة غنم طلع منها فكلها يطلق عليها عسم شات لا نقول هذه شات يعني الإصطلاح الآن عندنا عندنا الضأن ومعز الضأن نقول شات وخروف والمعز نقول عنز وتس لكن كلها يشملها اسم شات فإذا قال أعطوه شاتا من غنامي أعطيناه واحدة وإذا ما عنده إلا تيوس أعطيناه وتس وإذا ما عنده إلا يعني ذكور ضأن أعطيناه منها وإذا عنده وهكذا نعم وإن قال أعطوه شاتا من غنمي فهو كالوصية بعبد من عبيده كالوصية بعبد من عبيده أي واحد نعم ويتناول الضأن والمعز ما الفرق بينهما شيخ صديق وش الفرق يا ابوناي بين الضأن والمعز أولا لا لا الأضحية في فرق كبير في الأضحية في فرق في العمر في الأضحية الضأن ما له ستة أشهر والمعز ما له سنة وكذا هما أما في الزكاة في أربعين شات والشات تكون من الضأن أو من المعز ذكورا أو إناثا أحسن نعم ويتناول الضأن والمعز وهل يتناول الذكر فيه وجهان أحدهما يتناوله لأن الإسم يقع عليه لغة نعم يقع عليه لغة أنه شات والثانية في أربعين من الغنم شات لو ما عنده إلا مثلا غنم ما عنده إلا يعني من المعز ما عنده إلا من التوس إلى آخره كله يقلشات نعم والثانية لو لاحظنا الزكاة شيخ عثمان وين وين الشيخ الزكاة كم يبني على سنة اللغة يعني النصاب كم نصاب الغنم نصاب الغنم أربعين في الأربعين شات وبعدين إذا صار الخمسين كم نصار الخمسين ما فيه لاوش واحد أربعين طيب ولوصر عنده ميتين راس اثنين ولوصر عنده مية وواحد وعشرين كم ميتين اثنين مية ووحد وعشرين ثلاثة ثلاثة ثلاثين ومائتين واحد ثلاث ثم تستقر الفريضة شيخ صديق ثم تستقر الفريضة في كل مائة شات يعني عنده أربع مية فيه أربع غنم عنده خمسمية فيه خمس غنم عنده ألف فيه عشر سياه وهكذا هذه زكاة الظان ولا فرق بين الظان زكاة الغنم ولا فرق بين الظان والمعز وإنما من حيث العدد ويخرجه الإنسان من جنس ما لديه إذا كان لديه معز يخرج من المعز إذا كان لديه ظان يخرج من الظان إذا كانت كلها ذكور يخرج من الذكور وهكذا نعم والثانية لا يتناوله لأنه لا يتناوله الإسم عرفة قال أصحابنا ويتناول الصغير ويحتمل أن لا يتناولها لأنها لا تسمى شاة عرفة فإن لم يكن له إلا ذكران أو صغار لم يعطى إلا من جنس ماله لأنه أضافه إليه فاختص به وإن قال أعطوه جملا لم يعطى إلا ذكرا والبعير كالجمل وإن قال أعطوه جملا أقرأ العبارة وإن قال أعطوه جملا لم يعطى إلا ذكرا جمل يعطى ذكر نعم والبعير كالجمل والبعير كالجمل نعم لأنه في العرف لأنه حسب العرف نعم مختص به وقال أصحابنا البعير البعير كالإنسان يقول هذا منه هذا إنسان وهو رجل هذا منه هذا إنسان وهو امرأة فكلمة إنسان تشمل الذكر والعنثى كما أن كلمة شخص هذا شخص فهي تشمل الذكر والعنثى ولا فرق بينهما في التسمية والدليل على ذلك قوله عمر بن ربيعة فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر هو زارهم بالليل وبعدين أراد يهرب فخافوا من أهل الحي فقاله له نبي ندر عليك يعني هو يكن بالوسط وعنده ثلاث يبن يسترنه كعبان ومعصر كعبان يعني تكعبت ثديهن يعني في سن الشباب ومعصر يعني أكبر فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص بأنهم كلهم بنات ما فيه رجال فكلمة شخص تسمل الذكر والعنثى وكلمة إنسان تشمل الذكر والعنثى نعم وقال أصحابنا البعير كالإنسان يتناول الذكر والعنثى وإن قال أعطوه ناقة ما يُعطى جمال ذكر فالعنثى 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 نقول بعير يشمل ذكر وعنثى وإذا قال جمال ذكر وإذا قال ناقة أنثى نعم وإن قال أعطوه ناقة أعطوه ثور الثور هو الذكر من البقر نعم وإن قال أعطوه ثورا فهو الذكر والبقرة هي العنثى من البقر نعم وإن أوصى له برأس من الإبل أو البقر أو الغنم جاز فيه الذكر يعطوه رأس عطوه رأس من الإبل عطوه رأس من الغنم عطوه رأس من البقر يعطى رأس سواء كان هذا الرأس ذكر أم عنثى لأن ذلك اسم للجنس فصل وإن أوصى له بدابة أعطي بدابة الدابة تشمل ما يدب على الأرض وتشمل الخيل والبغال والحمير نعم وإن أوصى له بدابة أعطي من الخيل أو البغال أو الحمير لأن اسم الدابة يطلق على الجميع ويتناول الذكر والعنثى دابة يدب على الأرض وإن قال من دوابي تعينت الوصية فيما عنده قال من دوابي من دوابي نعم وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدها من عنده تعينت الوصية فيه فإن قال أعطوه دابة يقاتل عليها ما يعطي الله فرس البعير ما يقاتل عليه وكذلك البقر والثور وكذا ما يقاتل وإنما الفرس هو الذي يقاتل عليه وكما يقول فيه أمره القيس مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجل نمود صخر حطه السيل من عاله نعم وإن قال ينتفع بنسلها خرج منها البغال وإن قال أعطوه فرسا تناول الذكر والأنثى فرس يشمل الذكر والأنثى فرس وإن قال حصانا فهو فهو لا يكون لا أنثى نعم وإن قال حجرة عمارا فهو ذكر وإن قال أتانا فهي أنثى الأتان هي أنثى الحمير أنثى الحمير نعم فصل وإن وصى بكلب يباح اقتناءه وإن وصى له بكلب يباح اقتناءه بكلب يباح اقتناءه شيخ عبدالله ما هو يا بني الكلب الذي يباح اقتناءه كلب الصيد أو كلب الماشية يعني الحراسة وعما الكلب العقور يباح السيتينة لأنه يجب قتله الكلب الذي لا يستفاد منه لصيد ولا لحراسة فيجب قتله نعم وإن وصى وإن وصى بكلب يباح يستعان به يعني بعد الله عز وجل يستعان به في الحراسة لأنه وفي لصاحبه ويعمل على الحراسة وعلى الدقة وعلى حفاظ البيت ومن فيه فالرجل عندما يعني مثل الأمير أو الخليفة ومدح قال أنت كالكلب في الوفاع وكالتيس في قراع الخطوب تمثل الأمير بكلبه قال دعوه دعوه فهو عايش في الصحراء وأحسن ما عنده السلب وأحسن ما عنده يعني التيس في قراع الخطوب فعايش سنة وبعد ذلك نظم قصيدة يقول عيون المهى بين الرصافة وذهبنا بعقلي من حيث أدري ولا أدري نعم فقال تعلم يعني شاف الحدائق وشاف المناظر الخلابة فوصفها وأما قبل كالكلب والتيس نعم وإن وصى بكلب يباح اقتناء صحة الوصية وأبو تمام لما لما نمدح الخليفة وقال إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي كاللو ما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب وهم مستمر قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا من المشكات في النبراسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا لا تنكروا ضربي له من دونه فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات في النفراسي يقول إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره في الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات في المصباح في زجاجة ونور الله أعظم فاتشوا القصيدة قالوا نبي نشوف هل في شيء وجدوا أنه اختار عها أنه نظمها وهو واقف وكان يريد مركز طلب من الخليفة أنه يدوله وظيفة هو ويدوله مركز يشتغل فيه بعدين المستشار عند الخليفة قال يا عمير الممنين عينه ترى الرجال ما يعيش أكثر من أربعين يوم قالوا كيف؟ قالوا أني شفته وهو يعني يلقي القصيدة عينه اتدمع لكن دمع الدم اتدمع دم من أنه يحترق ذنب وفعلا كتبوا مرسوم قالوا يروح مسؤول عن بريد الموصل في العراق يروح يستلم بريد الموصل في العراق على وقت الدولة العباسية جلس أربعين يوم مات ما استمر لأن فيه نفعا مباها وتقر اليد عليه لحظة وإن وصى بكلب وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه نقول ما هو الكلب الذي يباح اقتناؤه نقول هو كلب الصيد وكلب الحراسة ونحن نأكل صيد الكلب إذا كان معلم صيد الكلب إذا كان معلم طيب أبسأل ما هو تعليم بما يكون تعليم الكلب إذا زجر وإذا أرسل استرسل وإذا صاد لا يأكل ثلاث نقاط الكلب نعرف أنه معلم إذا أرسل استرسل وإذا زجر زاد في عدوة وإذا صاد لا يأكل وأما الطير الطير الصقر فهو إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر وإذا صاد ما في مانع لو أكل يختلف الكلب عن الصقر إن الصدر الصقر لو أكل ما في مانع وأما الكلب فإذا أكل قلنا أنه صاد لنفسه ندعو الصيدة لها نعم صحة الوصية لأن فيه نفع مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فجازت فيه وإن لم يكن له كلب أو لم يكن إلا كلب إلا كلب هراش يعني كلب نبح وكلاب نتهاوش فيما بينه نعم لم تصح الوصية لأنه ما عنده إلا كلب الهراش وكلب الهراش لا يهدى ولا يتصدق به ولا يوصى به نعم لأنه لا يمكن شراءه وكلب الهراش لا يباح اقتناءه يعني يحرم اقتناءه وإما الذي يباح اقتناءه كلب الصيد للحاجة وكلب الحراسة أيضا للحاجة نعم وإن كان له كلاب ينتفع بها فللموصى له واحد منها إلا أن تدل القرينة على واحد منها بعينه من صيد أو حفظ غنم فيدفع إليه ما دلت القرينة عليه وإن وصى له بثلاثة أكلب بثلاثة أكلب ثلاثة أكلب كلا أعطوه نفلان نعم بثلاثة أكلب ولا مال له سواها ولا مال له سواها ردة الوصية إلى ثلثها ثلاثة أكلب نعطيه بدالا كلب واحد نعم ويعطى واحدا منها بالقرعة في أحد الوجهين وفي الآخر يعطيه الورثة أيها شاءوا وإن لم يكن له إلا كلب واحد إلا كلب واحد أعطوه ثلثه قالوا الثلثه لك وثلاثين لنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلث والثلث كثير وأنت أوصيت بكلب وليس لك إلا كلب واحد نعم وإن كان للموصية مال ففيه وجهان أحدهما يدفع جميع الكلاب إلى الموصى له وإن قل المال لأن أقل المال خير من الكلاب الكثير فأمضيت الوصية كما لو وصى له بشاة تخرج من ثلثه والثاني يدفع إليه ثلث الكلاب لأنه لا يجوز أن يكون الموصية شيء لأنه لا يجوز لا وللورثة مثله نعم ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال لأنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه فصل وإن وصى له بطبل وصية لكن تختل وصى له بطبل طاقة طاقة وحندر نطبق ولا لا وصى له بطبل في عندنا الطبل للحرب إذا دقت الطبول هذه محبوب وعندنا الطبل حق الزمر والهيصات على المكان فهل ننفذ ولا ما ننفذ إذا وصى له بطبل وإن وصى له بطبل من طبوله وله طبول حرب أعطي واحدا منها فإن لم يكن له إلا طبول له فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم أو مثلا نقول له عود أو صاله بعود العود يختلف في عود بخور وفي عود حقه اللي يطبلون وزمرون يعني الوتر وكذا وكذا على آخرة وتحضرني قصة هنا يقول الخليفة في أحد الأيام كان عنده زاره رئيس القضاة رئيس القضاة زار الخليفة وكان الخليفة يريد إكرامه ويريد أن يهتمه فقال لخادمه أحضر عودا للشيخ أحضر عودا للشيخ يريد يجيب مبخرة يحط فيها جمر وطيب يطيبونه الخادم هذا يعرف صاحبه بأنه يسهر بالليل ويطقطق وكذا وكذا إلى آخر جاء بالعود حق الطقطقه وقده الخليفة أسقط في يده أسقط في يده أو يبي مثلا عند الرجل هذا وأنه كانت موقف صعب جدا لكنه تصرف تصرف حكيم ماذا قال قل يرحمك الله إن العسس البارحة وجدوا هذا عند من لا خلاق لهم فأرى أن تقوم بتكسيره بنفسك فجزاك الله خيرا لأنها وصية وانحل الموقف بهذا لأنها وصية بمحرم وإن كان له طبل لهو وطبل حرب طبل لهو وطبل لعلامة شيء أو كذا نعم أعطي طبل الحرب طبل الحرب يعني دق الطبل الحرب نعم لأن طبل لهو لا تصح الوصية به فهو كالمعدوم وإن وصى له بعود من عيدانه عود من عيدان الطبل يعني يعرفونها أهل المختصين نعم وله عيدان للقسي نعم والبناء أعطي واحدا منها وإن لم يكن له إلا عيدان له فالوصية باطلة ويكون عنده قوس والقوس هذا في عيدان فيطلق يربط السهم في القوس فيطلقه ويقول في الشاعر ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة النوار زوجة نوار فيقول أنه ندم على طلاقها وعلى قطع العلاقة الزوجية بينهما كما ندم الكسعي لما أنه كسر القوس يقول للكسعي هذا رايح الصيد بين الأيام فرأى يعني شيئا من بقر الوحش من المهى اللي يقول فيها من دريد يا ضبية أشبه شيئا بالمهى ترعى الخزامة بين أشجار النقى إما ترى رأسي حاكا لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضى ثم يقول والناس والناس كالنبت فمنه رائق غض نظير عوده مر الجنى ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه إن ساغ عذبا فلها والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه فهذه يقول ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة نوارو المهم إنه أطلق السهم أطلق السهم وبعدين ما شف شيء صيد بعد ذلك جاب السهم ثاني وأطلقه وما شف ثالث رابع خامس لما خمسة وما وجد شيء ما كان منه إلا أن كسر القوس وجلس إلى صيد يوم أصبح ولها مجندلة كلها هذه يعني الضبا أو هذه بقر الوحش كلها طايح كلها يعني كل الصيدات حصلها فيقول ندم ندما عظيما لأنه كسر القوس قبل أن يتأكد من عدم صيده فهذا الفرزاق يقول إني ندمت ندامة الكسعي لما بدت مني مطلقة النوارو إلى آخر نعم وإن لم يكن له إلا عدان له فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم وإن كان له عدان للهو ولغيره ففيه وجهان أحدهما الوصية باطلة لأن العود بإطلاقه ينصرف إلى عود له ولا تصح الوصية به والآخر تصح الوصية ويعطى عودا مباحا لأن الوصية تعينت فيه للتحريم لتحريم ما سواه فأشبه ما لو وصى له بطبل وله طبل لهو وطبل حر نعم وإن وصى له بقوس الذي يصعد فيه نعم يرمى فيه وأطلق إن صرف إلى قوس الرمي بالسهام لأنه الذي يفهم من إطلاق القوس فإن قال قوس يرمى عليه أو يغزو به كان تأكيدا لذلك وإن قال يندف يعني يندف القطن أو الصوف ويخلص الشغلات وبدل ما تكون متماسكة يندفها يسمى الند وذلك شغل أهل المطارع والفرش نعم والعنس فينج ما فيه نعم أو يتعيش به إن صرف إلى قوس الندف وإن قال قوسا وإن قال قوسا من قيس وليس له إلا قيس ندف أو بندق أعطي واحدا منها لأن الوصية تعينت فيه بإضافتها إلى قسيه واختصاص قسيه بها قال القاضي ويعطى ويعطى القوس بوتره نعم لأنه لا ينتفع لا ينتفع إلا به فجرى مجرى فجرى مجرى جزئه جزء منه نعم ويحتمل أن يعطاه بدون الوتار لأن الإسم يقع عليه بدونه لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يقول أخون كريم يقول ظهرت في الآوين الأخيرة عند بعض الناس تربية الكلاب في بيوتهم نقول يجوز إذا كان كلب صيد أو حراسة وعما بس لأجل أنهم يستعنزون به بوجوده فهذا لا يجوز هذا أخ كريم يسأل يقول صلاة الظحى أو صلاة الشروق قال هي نقول الصلاة من بعد صلاة الفجر فهو وقت نهي حتى طلوع الشمس وارتفاعها حتى طلوع الشمس وارتفاعها فيصلي الإنسان ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل أذان الظهر كل هذا يعتبر وقتا لصلاة الظحى ويقول أبو هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الظحى وبصيامي ثلاثة أيام من كل شاف فأنا أنصح الأخ السائل ونفسي وجه الجميع إذا كان الإنسان يبقى في المسكت بعد صلاة الفجر فيسبح الله ويحمده ويقرأ ما تيستر من القرآن والساعات الآن تبين لنا الشروق تبين لنا متى يكون الشروق يمكن اليوم نقول 45 الساعة 45 دقيقة يا شيخ شيخ بكا 45 و42 دقيقة فهي تعلم الساعة اللي في الحائط يصلي وإذا خرج الإنسان بعد صلاة الفجر وعنده دوام قبل أن يذهب إلى دوامه ومكتب يصليها وإذا تيستر وكان هناك مكان في وقت العمل يمكن أن يصلي فيه فهو أولى لأنه قد يقتدي به أحد من زملائه ويكون في ذلك الخير وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم فوقتها من ارتفاع الشمس يعني نستطيع نقول من خمس وخمس واربعين دقيقة إلى قبيل أذان الظهر كل هذا وقت على حسب ما يترسل الإنسان يقول أحد الأحبة هل يجوز لبس أن يلبس المحرم الإزار الذي مثل التنورة قد خيط نقول هذا على شكل ثوب والإزار والرداء هذا هو ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أما لمثل التنورة حقيقة في النفس منه شاي ولا يرتاح له الإنسان هذا أحد الإخوان ذكر لغز لغز نذكره لكم ونشوفه سلمقص يقول مات رجل وترك أربع نساء وكلهن على عصمته الأولى ترث وعليها عدة والثانية ترث ولا تدخل العدة والثالثة لا ترث ولا تدخل العدة والرابعة لا ترث ولا تدخل العدة نقول العولة التي ترث هي زوجته التي دخل بها وتوفي وهي في عصمته وهي على دينه يعني مسلمة وأما الثانية ترث ولا عدة عليها يعني توفي وهي حامل ثم ولدت بعد ساعة تعتبر عدة وقد انقضت ساعة واحدة انقضت يقول والثالثة لا ترث ولا تدخل العدة نقول هي غير مسلمة وأيضا ربما مثلا حصل يعني خلع أو كذا أو كذا والرابعة يقول السائل الكريم يقول بارك الله ما الفرقه بين طبل الحرب وطبل اللهو والله مات أطبول كلها أنا ما أعرفها طبل الحرب وطبل يعني يضرب بالطبل على سان يستعد العسكر ويغيره على العدو وطبل اللهو معروف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر